السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون القراءة المسترسلة حكمة القدر سنقوم بالإجابة على أسئلة أنشطة الأسبوع الأول أفهم وأحلل السؤال الأول أحدد انطلاقا من الجزء الأول من النص مكان لعب الأطفال اللعبة التي يلعبونها الفعل الذي قام به عمر شعور عمر مكان لعب الأطفال ساحة الحي اللعبة التي يلعبونها كرة القدام الفعل الذي قام به عمر قذف الكرة بقوة شعور عمر الخجل أسمي المتحاورين من بدأ الحوار من أنهى الحوار الأمكنة الواردة في الحوار المتحاورين ليلة وعمار من بدأ الحوار بدأه عمار من أنهى الحوار أنهىه عمار الأمكنة الواردة في الحوار ساحة الحي الطريق الصحراء السؤال الثاني أستخرج من النص العبارات الدالة على طلب الاعتدار عبارات التأدب استغراب عمر عبارات تدل على طلب الاعتدار أعتدر عبارات التأدب يا أختي أقبل اعتدارك استغراب عمر أفي اسمي ما يدعو إلى التساؤل؟ وكيف عرفتي؟ أركب وأقوم السؤال الأول ألخص الجزء الأول من النص تلخص الجزء الأول من النص كان الأطفال يلعبون كرة القدم فجأة قذف عمر الكرة فأصابت ليلى فشعر عمر بالخجل وطلب الاعتدار من ليلى التي سألته عن اسمه السؤال الثاني أبدأ رأيي في سلوك كل من عمر وليلى اعتدار عمر لليلى يعتبر خلقا اجتماعيا جميلا يدعو إلى التسامح ونبد الحقد والكراهية واعتراف عمر بخطائه يزيد من حب الناس له وقبول ليلة الاعتدار يرمز إلى التواضع واحترام الآخر اشتركوا في القناة